مباراة بطلتنا التونسية أونس جابر في أولى مشوارها في بطولة ويمبلدون للسيدات للتنس هنتكلم في الفيديو ده عن موعد المباراة التوقيت القناة النقلة تصرحات أونس جابر في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق المشاركة في بطولة ويمبلدون السلام عليكم ورحمة الله زي ما عودناكم إن شاء الله متابعة مستمرة لمشاركات لعبتنا المصرية مايار شريف وأيضا اللاعبة التونسية أونس جابر الفيديو ده هنتكلم فيه عن موعد مباراة أونس جابر القادمة وفي بداية مشوارها في بطولة ويمبلدون طبعا السنة اللي فاتت أونس جابر كانت وصلت إلى المباراة النهائية وقدمت بطولة ولا أروع ولا أجمل من أهم بطولات الجراند اسلام في عالم التنس من أكبر البطولات العالمية في عالم التنس بطولة ويمبلدون في البداية هقولك أنس جابر في المؤتمر الصحفي كانت يعني متسمة كانت متفألة وقالت تصريحات هقولك عليها قالت إنه لطيف جدا أن تحظى بالاهتمام لقد وصلت إلى النهائي العام الماضي إنه ليس شيئا سيئا إنه شيئا رائع ربما في بعض الأحيان لا أرى ذلك بهذه الطريقة لأنني من الواضح أنني أردت الحصول على اللقب لكن مرة أخرى النهائي هو النهائي إنه نهائي جراند اسلام أريد فقط استخدام تلك التجربة وأستخدم الضغط الذي شعرت به العام الماضي ربما للقيام بعمل أفضل هذا العام لكن مرة أخرى هدف الأول هنا هو الاستمتاع حقا باللعب على العشب وربما إعادة إنشاء ذكريات أكبر مثل العام الماضي أو العام السابق أونس جابر أيضا قالت خلال المؤتمر الصحفي لبطولة وينبلدون هدفي حقا هو محاولة الدخول إلى البطولة في حالة جيدة ثم سنرى ما سيحدث لكن بالتأكيد أريد فرض طريقة لعبي أريد أن أستمتع بالتواجد هنا في وينبلدون ولنرى كيف ستسير الأمور هذه كانت تصريحات أونس جابر قبل بداية البطولة تصريحات متفائلة تصريحات واسقة تصريحات إن شاء الله إن شاء الله تكون بداية خير لأونس جابر في هذه البطولة وتعمل إنجازات زي ما عملت في البطولة السنة اللي فاتت أقول لك بقى على موعد المباراة ومنافسة أونس جابر أونس جابر هتلاعب البولندية ماجدلينا فريش ماجدلينا فريش رقم 70 على مستوى العالم رقم 70 عالميا في التصنيف المباراة السلساء 4 يوليو 2023 47 2023 على الملعب رقم 1 تقريبا في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت السعودية ومصر 3 عصرا مساء بتوقيت تونس على قناة بي إن سبورت رقم 6 والحمد لله بطولة ويمبلدون ومبارايتها كلها تكون على تغطية كبيرة وتغطية حصرية لقنوات بي إن سبورت القطرية وبالتالي هنقدر نشوف بطلتنا التونسية أونس جابر وأيضا بطلتنا المصرية مايار شريف اللي بتلعب بالمناسبة النهاردة نتمنى لها التوفيق بإذن الله المباراة أفكر حضراتكم وأكد على حضراتكم أونس جابر هتلاعب البولندية ماجدلينا فريش رقم 70 على مستوى العالم السلساء 4 يوليو 2023 ساعة 5 مساء تقريبا بتوقيت السعودية ومصر وأيضا 3 مساء بتوقيت تونس على قناة بي إن سبورت رقم 6 اكتب لي توقعاتك في التعليقات وهل شايف أنه أونس جابر برغم خسارتها في البطولة السابقة اللي كانت من أسبوع تقريبا وخروجها من الدور الأول اللي شايف بطولة استوبورنا شايف أنه أونس جابر تقدر تدخل في أجواء بطولة ويمبلدون بسرعة وتقدر تحقق الانتصارات وتتأهل من دور إلى دور ده اللي احنا بنتمنى يتوقف الأمر على اللياقة الزهنية والتركيز الزهني عنده أونس جابر بالإضافة إلى اللياقة البدنية اللي لازم قلنا في الفترة اللي فاتت أونس جابر تشتغل عليها كتير إن شاء الله أونس جابر تفرحنا زي ما عملت السنة اللي فاتت وتفرحنا بفوز وتفرحنا بالوصول إلى أدوار متقدمة في أهم بطولات الجراند اسلام أو من ضمن أهم بطولات الجراند اسلام بطولة ويمبلدون كل الدعم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته